متابعينا مساء الخير عليكم او صباع الخير احنا النهاردة بنتكلم عن المسير للجدل اللوكيشن اللي مفيش اجمل منه ولا اجمل في فيو موجود في البحر الاحمر زيه احنا النهاردة في العين السخنة على بعد 115 كيلو متر بس من دوابات القاهرة والنهاردة هنتكلم عن مشروع بيماط احنا النهاردة في الجلالة تحديدا في اجمل اسباط في البحر بتاع الجلالة ليه بقول اجمل اسباط لان الموضوع بسيط جدا احنا هنا على ارتفاع يصل ل 240 متر عن سطح البحر وشايفين قدامنا فيو يشمل المارينة بتاعت الجلالة والجلالة ريزور يولد الان من راحم الابداع المشروع اللي الناس كلها تحدد وقالت ان الجبل ده مش حينفى يكون عليه مباني خلينا نشوف الواقع بيقولنا ايه من موقعنا ده احنا بنشوف اجمل فيو للبحر في العيين السخنة البحر زي ما انتشايفين ورايه هو من اجمل المناظر اللي ممكن تقع عليها عيين الانسان لكن ايه الحال بالليل خلينا نتكلم ان بالليل وفي غياب الاضاقة والحركة ما بيبقاش البحر اجمل فيو ولكن الفرق اللي موجود عندي هنا في المشروع انك من اي مكان جوه بيتك هتقدر تشوف المراكب وهي دخلة وخرجة في المارينة وهتقدر تستمتع بالترافيك والفيو الليلي الجميل وده مش موجود في اي لوكيشن تاني غير في بايمات زي ما اتكلمنا عن ابداع الخالق وانه وفر لنا منظر مش هتقدر تقاومه عنيك لازم كمان نتكلم عن الابداع اللي اتعمل في بنية الاساسية للمشروع او البنية التحتية للمشروع احنا بنين بقانسبت اسمه سينجل لودد يعني عندي على كل مصطبة صف واحد بس وبالمناسبة احنا زي ما انتو شايفين كده احنا على اقل لفل او اول مصطبة في المشروع يعني كل ما هنطلع على فوق اكتر كل ما هيبقى الفيو اوسع والفيو اكبر حاجة تانية احنا هنا في نموذج يعتبر شلاه قط النوم شايف البحر الريسيبشن شايف البحر حتى الحمام حتى المطبخ كل حاجة شايف البحر القانسبت احنا المشروع سيفيو فروم افني روم بيمانت اسمه جه من فكرة ان في عشرة فدان شاطئ وعلى خليج زي فكرة البي بالزبط وستة وستين فدان على الجبل العشرة فدان دول يا جماعة بيخدموا اسر المشروع بتاعتي فقط لغير وعليه انا عندي مساحة اكتر من كافية لكل الاكتيفيتيز اللي ممكن تتعمل على الشاطئ مش بس كده انا كمان الشاطئ بتاعي فيه مصاطب زي ما عرفنا ان الجبل مليان مصاطب الشاطئ بتاعي فيه مصاطب وعملين حمامات سباحة كمان عليه وحدات المشروع بتاعتنا يا جماعة زي ما هي بتشوف البحر كلها هي كمان قدرت توفر للعملة اكتر من اختيار اتنين نوم تلاتة نوم وفيه دوبلك ساك كمان ناهيك طبعا عن التاون هاوس والتوان هاوس والفلات اللي كلها بانوراميك سي فيو خلينا كمان نكلمكم عن حاجة مهمة قوي زي ما قلنا كل المميزات بدعة المشروع محتاجين نتكلم شوية عن السعر انا عارف ان احنا كلنا دلوقتي بنفكر السعر ممكن يكون عامل ازاي خلينا اقول لك ان احنا بنبيع بطريقة سداد سلمك البيت بتاعك متشطة بالمطبخ على تسع سنين وبس تسع في الماء مقدم شكرا لكم كان معكم عمر الموجي من مايفين دي بالابنس اشتركوا في القناة